بس نطلع لأرض الملعب وزمنا شريف شعبان أو مرسلنا شريف شعبان أرض الملعب ولقاء مع تامر مجدي أو كابتن تامر مجدي المدرب العام اتفضل شريف من جديد بجد التحقيق كابتن هيسا مولي ديوفا قولي كل مشاهدي قمارات النادي الأهلي معي مدرب النادي الأهلي كابتن تامر طايجر ولكم اليوم مبروك فوس كل يوم على فريق الاتحاد السكندري 3-0 مباراة إلى حد ما كانت مباراة يعني بعد فتر التوقف مقبولة لفريق نادي الأهلي بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا على مباراة النهاردة مباراة كويسة النادي الأهلي الحمد لله الفترة اللي فاتت مرانا كويس قدرنا النهاردة ننفذ اللي احنا اتمرانا عليه الفترة اللي فاتت طبعا من خلال الفرق اللي بنعبها ببقى فيه محاضرة ببقى فيه فيديو فبتقدر ان انت تشتغل على الفرق اللي قدامك أعتقد النهاردة الحمد لله الفرقة والناس اللي لعبت كلها نفذت تعليمات الكابتن محمد مصلحي اللي احنا اشتغلنا عليها في المحاضر دي وفنا كانوا بيتكلموا ان في مشكلة النهاردة في ارسالات النادي الاهل النهاردة يمكن فترة التوقف اللي عملت كده ولا كان فيه اللعب ما كانتش فيهم هالنهاردة ولا حضرتك واستاذت مدربين العظام اللي في الستوديو كابتن ممدوح وكابتن أحمد زكريا طبعا مدربين وخبرة وعارفين ان الارسالات دلوقتي بقت من المهارات اللي هي بتقدر تعلي الفرق وان هي الفعالية بتاعتها في الشوت بتبقى كويسة جدا فانت النهاردة اربع لعيبة او خمس لعيبة بتلعب ارسال مع الوزب بتدي له حرية ان هو يروح ويلعب ارسال بكوة بحيث ان انت تصعب المهام الهجومية على الفرقة التانية فده النهاردة انت بتدي حرية للعيب ان هو يلعب كان فيه اخطاء معينة في الارسالات انما الحمد لله ادرت النهاردة زي ما شفنا في البداية احمد صلاح جاب عبدالله عبدالسلام ما شاء الله طول المصر بيجيب احمد سعيد بيجيب فيه احمد عبدالعال وقف ارسالات بنتوجهها على اللعيب التاني فالحمد لله انت بتقدر تشتغل وبتدي حرية للعيب ان هو يدوس يعني في الارسال عندي مباراة مهمة مع طلاء الجيش ولا بد من الفوز عليها هخش معسكر قبلها بيوم ولا بيومين ان شاء الله طلاء الجيش هندخل معسكر قبلها بيوم ان شاء الله الحمد لله طوينا صفحة الاتحاد دامنا ان شاء الله مباراة الجيش وبعدها مباراة الزمالك ناخد كل مباراة حدة نقدر نشتغل عليها الفترة الجاية دامنا يومين تلاتة نقدر ان شاء الله نشتغل فيهم يحصل استشفى للعيبة اللي لعبت ونكمل باللعيبة اللي ما شاركتش النهاردة ويبقى اليوم دور ان شاء الله في مباراة الجيش بإذن الله بإذن الله عندي مباراة الزمالك يوم 2-6 وغالبا هتكون في مباراة العرب غالبا هخش معسكر ولا هخش يوم ولا يومين لا تقريبا طبعا إن شاء الله بإذن الله مع كابت محمد مسلحي وقدرت النشط طبعا بتوفر لنا كل اللي احنا بيحتاجينه بإذن الله هيبقى يومين بإذن الله لنادي الزمالك ومباراة إن شاء الله نهاية الدوري ونقدر إن شاء الله ربنا كرمنا فيها ونفرح جمهورنا وجمهور النادي الأهل ده طبيعي احنا النادي بوفر لنا طبعا لو في مباراة خارج النادي او في صفر او في اي حاجة يقدر النادي ان احجز لنا وحدة تدريبية ما صباحا او مساءا حسب احتياجات الكابت محمد مصلحي ورؤيته يعني للمباراة اخيرا كاسم مصر عرفت الهما مضغوط في 12 يوم تلعب حالية 3-4 مباريات مستعدين مش عارف الايام دي بس ماشي والله الحمد لله ده قدر النادي الاهلي في الموعيد وفي المواطشات اللي بتبقى متأجلة ونظام المسابقة فان شاء الله احنا 12 يوم فعلا 12 يوم ان شاء الله 4 مباريات في 12 يوم معنا الدكتور حسن عبد ميجيد مخطط احمال دنيا ماشية كويسة معنا ان شاء الله 16 لعيب الاحمال بتتفوت عليهم في المباريات الحمد لله احنا عاملين حسابنا ونشتهل كويس وربنا يكرم ان شاء الله بارك لكم عددوري وكاس بإذن الله ان شاء الله بإذن الله زم احنا معودين الناس وربنا يكرمنا شكرا ده كان لقنا طبعا مع مدرب العام للنادي الاهل الكابتن تامر طايجر عودة لك من جديد ورسلنا شريف شعبان من عدد الملعب